وصل الكرواتي ماتيري ماتش البالغ 28 عاما إلى قمة صناعة السيارات مع تصميمه أقوى سيارة كهربائية في العالم بعدما بدأ مغامرته هذه كهواية في مرآب منزله ويعشق ريماتش السرعة وقرر خلال أحد سباقات السيارات تحويل سيارة BMW قديمة يملكها إلى سيارة كهربائية بعدما تعطل محركها وقد جهزها بقطع غيار اشتراها عبر الإنترنت ومن ثم أخرى اخترعها وصنعها بنفسه وبعد عشر سنوات على ذلك باتت شركته ريماتش أوتوموبايلي إحدى الشركات الرائدة في العالم في تكنولوجيا السيارات الكهربائية وأصبحت تبيع سيارتها الرياضية كونسبت وان بسعر باغض جدا يصل إلى 850 ألف يورو نحن نخلق جزيرة صغيرة خاصة بنا فيها أناس إيجابيون نصدر منتجاتنا إلى 20 دولة في 5 قارات نحاول أن نلمع في كرواتيا لنحدث تغييرا ضروريا وينويري ماتش بناء مصنع آخر في سفيتا نيديليا أيضا لتضاعف عندها عدد موظفيه وصولا إلى 300 بحلول السنة الحالية ويبلغ متوسط أعمار الموظفين لديه الثلاثين والكثير منهم يحملون شهادة في الهندسة ويلتحقون بالشركة مباشرة بعد تخرجهم من الجامعة